شددت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برياسة المحافظ عوض محمد بن الوزيرة على طرورة تضاف الجهود الجميع من أجل فعاليات رسمية وشعبية من أجل تثبيت وتوطيط دعايم الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة وأوضحت اللجنة الأمنية أن تحقيق ذلك يمثل الركيز الأساسي التي تنطلق وتتسارع منها عملية التنمية المحلية الملبية لأمال وطموحات أبناء المحافظة وأهابت اللجنة الأمنية بجميع الوحدات والإزالة العسكرية والأمنية المرابطة إلى تعزيز اليقظة ورفع الجاهزية والاستعداد الغتالي لمواجهة أي تحديات وأكدت اللجنة الأمنية على ضرورة تعزيز أشكال التعاون والتنسيق المثمر مع الفعاليات المجتمعية بهذا الصدد لما لذلك من أهمية في إنجاح الجهود الأمنية والعسكرية التي تبذل لمكافحة الجريمة والتصدي بحزم وقوة للعناصر الإرهابية والخارجة عن اللظام والقانون اشتركوا في القناة